قال يسوع لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم يحنى 15 آية 22 ثم يقول أيضا لو لم أكن قد عملك بينهم أعمال لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي في نفس الإصحاح 15 آية 24 مكتوب أيضا لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله في يحنى إصحاح 3 والآية 19 مكتوب وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة فوضوح الشمس كان المسيح يعمل أمام الجميع معجزات المسيح لم يستطع أحد أن يعني ينقضها أو يعارضها فالمولود أعمى في القدس الكل شافه وإقامة العازر من بين الأموات بعد أربعة أيام كان معلوم للكهنة لدرجة يعملوا اجتماعي يتخلصوا من يسوع لأن العالم عم بيؤمن بيسوع المسيح فكان وضوح الشمس فإذا حياة يسوع الخالي من الخطيئة أقوال وتصريحاته لا مجال للشك فإني أعجب من ناس تترك الشمس البر الشمس الصاطعة لتتبع أنوار خفيفة لا قوة ولا حول لها ولا تستطيع أن تغير أي إنسان لهذا السبب أحبائي خلينا نرجع أنه قيامة يسوع المسيح لها براهين عديدة جدا ولكن خلينا أقول بشكل سريع بعدين بمر في بعض البرهين بشكل أوسع براهين قيامة يسوع المسيح خلينا نخذها من ناحية شخصية القيامة أثبتت صدق كلام يسوع المسيح أنا هو خبز الحياة أنا هو نور العالم أنا هو القيامة والحياة أثبتت لأنه فعل هذا الأمر وأقام نفسه من بين الأموات قوة المسيح على الموت المسيح غلب الموت غلب القبر وهزم الشيطان فإذا هذا دليل واضح جدا وبرهان مهم جدا أثبت أنه الديان لما تكلم عن الدينونة الآن أحبائي بجدارة الذي يرفض المسيح سوف يواجهه كديان شيء آخر خطيانا قد غفرت وأننا تبررنا أمام الله الذي أسلم من أجل خطيانا وأقيم لأجل تبريرنا تبررنا أمام الله وعلى فكرة القيامة شيء جميل جدا لأنه التأكيد واضح لقيامتنا نحن من الأموات وهذا يعطينا الرجاء المبارك أننا سنكون مع المسيح في كل حين والقيامة أحبائي تبرهن على لهوت يسوع المسيح فالمسيح هو الله المتجسد لا يوجد انفصال بين لهوته وبين ناسوته لا لحظة ولا طرفة عين مثل ما بنسمعها دايما ولا امتزاج ولا تغيير فهو بالفعل مثل ما قال عنه الرسول بطرش رجل قد تبرهن ليس شخصية هلامية أو جسد وهمي أو طيف كما قالوا أصحاب بدعة الدوسيتية ولكن المسيح شخص حقيقي أثبت ويثبت أنه المسيح ثم مش بس براهين القيامة الشهادات عن يسوع المسيح شهادات عظيمة جدا يعني الشهادات ممكن نقول شهادة الآب شهد ليسوع عند المعمودية شهد للمسيح على جبل التجلي شهد للمسيح ومجد المسيح في يحنى 12 وفي كل الحالات كان يقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سرر له تسمعون فميز المسيح عن موسى وعن إليا اللي ظهروا مع المسيح على جبل التجلي شهادة الآب ثم شهادة المسيح عن نفسه شهادة أعماله شهادة معجزاته شهادة أخلاقياته شهادة كماله لا يستطيع ولم يستطيع أحد أن يضحضها ولم يستطع أحد أن يقول أن المسيح يعني عمل خطيئة فهو غير مجرب بالشرور ثم شهادة الروح القدس أرسل الروح القدس وسكن فينا وبيملأنا وبيعطينا المواهب وبيستخدمنا وبيستخدم التلاميذ فهذه الشهادة المستمرة على قيامة يسوع المسيح ثم شهادة موسى شهادة يحنى المعمدان شهادة الكتب شهادة التلاميذ التي تغيرت شهادة السامرية الكنعانية وشهود كثيرين أحبائي شهادة يحنى كلها تأكدت وأكدت على مصداقية القيامة نعم أحبائي خلينا أكرر مرة أخرى قبل الفاصل الآيات والمعجزات وحياة يسوع وكلام يسوع لم تكن بالسر وقال يسوع حتى في المحاكمة قال أنا كلمت العالم علانية أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما وفي الخفاء لم أتكلم بشيء وتحدى الكهنة أن يروحوا يسألوا لأنه كان واضح شفاف ما فينا ننسب معجزات لشخص بدون الشهود فكل هذه الأمور اللي منتكلم عنها أمام شهود كاثيرين س accredد لشهود شهود كاثيرين شهود كاثيرين لشهود terms